وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فلازلنا مع شرح قطر الندى وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى أن المصدرية إذن نواصب الفعل المضارع التي قدمناها لن وكي المصدرية وإذن الناصبة وأخذنا شروطها ثم فرقنا بين كي الجارة وكي المصدرية وكيف نعرفها لأن نحن مع أم الباب وهي المصدرية وأن المصدرية هي أم الباب بمعنى أم باب النصب ولذلك تعمل ظاهرة وتعمل مضمرة لكن هناك حروف تشبه أن يعني بفتح الهمزة وسكون النون أولها أن المفسرة إذن هي لا تعمل النصب هذه يجب التنبه لها هي المسبوقة بجملة فيها معنى الفعل دون حروفه كلمة فا-ع-لا إذن هي فيها معنى كلمة فا-ع-لا لكن ليس فيها حروف فا-ع-لا هذا معنى قولهم معنى الفعل دون حروفه نحو كتبت إليه أن يفعل أن يفعل كذا أن هنا ليست ناصبة اللام مضمومة إذا أردت به معنى أي إذن كتبت إليه أي يفعل كذا أن الزائدة هي الواقع بين القسم ولو إذن هناك أن زائدة أيضا لا تعمل النصب أقسم بالله أن لو يأتيني زيد لأكرمنه إذن هناك أن المفسرة وأن الزائدة نعم هذه انتهينا منها الآن عندنا أن المخففة من الثقيلة التي من أخوات إن إن وأن أن لو خففت صارت أن الآن واشترطت ألا تسبق المصدرية بعلم المطلقة إذن عندي أن المصدرية أن المفسرة أن الزائدة أن المخففة من الثقيلة إذا سبقت بعلم إذا سبقت بعلم فهذه أن المخففة من الثقيلة إذا سبقت بظن يجوز الوجهان أن تكون المخففة وأن تكون المصدرية لذلك قال شيء واشترطت أن لا تسبق المصدرية بعلم مطلق ولا بظن في أحد الوجهين احترازا عن المخففة من الثقيلة نزيل كيف نعرف نفرق الآن حالات أن المصدرية باعتبار ما قبله أن يتقدم عليها ما يدل على العلم فهذه مخففة من الثقيلة إذا سبقت بكلمة عالي ما فهذه مخففة من الثقيلة ما الذي يجب؟ رفعه وفصله منها بحرف من حروف أربعة حرف التنفيس لاحظ عالم أن سيكون حرف نفي أفل يرون أن لا يرجع هذه خطأ ألا يرجعوا إليهم قولة لماذا؟ لأن ألا أصلها أن لا وهذه مسبوقة يرون ويرون بمعنى علمة قد علمت أن قد يقوم زيد لو أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا إذن هذه مخففة من الثقيلة نعم الآن كلمة أن لو يشاء الله يقول الشيخ وذلك لأن قبله أي شرح أن لو شاء وذلك لأن قبلها أفلم ييأس الذين آمنوا ومعناه فيما قال المفسرون أفلم يعلم وهي لغة النخع وهوازن وشاهد عليه قول الشاعر أقول لهم بالشعب إذ يأسرونني ألم تيأس أني ابن فارس زهدم أي ألم تعلم ويؤيده قراءة ابن عباس أفلم يتبين إذن أفلم ييأس أفلم يتبين قراءتان وعن الفراء أنه أنكاره كون ييأس بمعنى يعلم وقول الفراء خطأ لأن الشاهد في ذلك الآية والبيت الشعر هذا انتهينا من إذا سبقت أن بعلم بعاليمة فهي المخففة من الثقيلة لا غير الآن عندنا إذا سبقت بكلمة ظنة أو ما يشبه ظنة من حسبة وغيرها فيجوز أن تكون مخففة من الثقيلة فيكون حكمها كما ذكرنا له أنها المخففة من الثقيلة ويجوز أن تكون ناصبة وهو الأرجع في القياس والأكثر في كلامهم عندنا قراءة قوله سبحانه وتعالى ألف لا ميم أحسب الناس أن يتركوا إذن حسب بمعنى ظنة ومع ذلك عملت أن النص في يترك لكن اختلفوا في قراءة وحسبوا ألا تكون وحسب ألا تكون فحسب هنا تفيد الظن فتصلح أن تكون مخففة من الثقيلة وتصلح أن تكون ناصبة وبكل جاء قراءة نعم الآن عندنا المواضع يعني أن لا تسبق بعلم ولا ظن هي ليست مفسرة ولا زاهدة ولم تسبق بعلم ولا ظن ما الحكم ألا يسبقها علم ولا ظن فيتعين كونها ناصبة كقوله تعالى والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي وإعمالها مضمرة فعلى ضربين جائز وواجب إذن أن تعمل ظاهرة وتعمل مضمرة وإذا عملت مضمرة إما في الجواز وإما في الوجوه مواضع إضمارها أن جائزة أن تقع بعد عاطف مسبوق باسم خالص من التقدير بالفعل كلمة عاطف يعني حرف عاطف وكلمة اسم خالص من التقدير بالفعل وهو الاسم المشتق والذي هو اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة تعال نأخذ الآية وَمَا كَانَ لِبَشَارٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَامٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولَهُ في قراءة من قرأ من السبعة بنفس يرسل يرسل معطوف على من كلمة أو عطف عطف على ماذا؟ على كلمة وحي وحي ليست اسم فاعل وليست اسم مفعول وليست صفة مشبهة فهي اسم خالص من التقدير بالفعل هذا معنى قولهم وَلُبْسُ عَبَاءَةٍ وَتَقَرَّ عَيْنِي أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ لُبْسِ الشُّفُوفِ تَقَرْ معطوف على لبس ولبس ليست اسم فاعل وليست اسم مفعول وليست صفة مشبهة إذن هي اسم خالص من التقدير بالفعل إذن الموضع الأول الذي تضمر فيه أن جوازاً أن تعطف على اسم خالص من التقدير بالفعل أن تقع بعد لام الجر ولام الجر لها ثلاث معاني التعليل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس إِنَّا فَتَحْنَ لَكَ فَتْحًا مُبِيْنًا لِيَغْفِرَ اللَّهُ لَكْ لِلْعَاقِبَةِ فَالْتَقَطَهُ آلُّ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَازَنَا زَائِدَةِ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البيت إذن تكون بعد لام الجر التي بمعنى التعليل ولام الجر التي بمعنى العاقبة ولام الجر التي هي زائدة ولو كان الفعل الذي دخلت عليه اللام مقروناً بلا حرف لا هنا واجب إظهار أن بعد اللام عندنا لا النافية لألا يكون لاحظ لألا الهمزة موجودة والنون مضغمة في اللام أصلها لأن لا لأن لا ثم أضغمت فصارت لأن لا يكون للناس على الله حجه لا إزائدة لأن لا يعلام أهل الكتاب إذن هذه مواضع إضمار أن جوازاً ومواضع إظهار أن وجوباً مواضع إظمار أن وجوباً إذن إظهارها وجوباً الآن إظمارها وجوباً لام الجحود لام الجحود لام النفي كلمة جحود بمعنى النفي كيف نعرفها؟ أن تسبق بكون ماضي منفي كان منفية بمعنى الماضي سواء كان المضي في اللفظ والمعنى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم أو في المعنى لم يكن الله ليغفر له وتلخص أن لأن بعد اللام ثلاث حالات وجوب الإضمار لام الجحود وجوب الإظهار وذلك إذا اقترنا الفعل بلا وجواز الوجهين وذلك فيما بقي قال تعالى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَا لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وقال تعالى وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُوْنَا الآن عندنا يقول الشيخ بعد حتى بعد حتى اعلم أن للفعل بعد حتى حالتين النصب فأما النصب فشرطه كون الفعل مستقبلا بالنسبة إلى ما قبله سواء كان المستقبل بالنسبة إلى زمن التكلم لأن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى أو لا أي لم يكن بالنسبة إلى زمن التكلم وزلزل حتى يقول الرسول إذن ولحتى التي ينتصب الفعل بعدها معنيا بمعنى كي إذا كان ما قبلها علّ لما بعدها أسلم حتى تدخل الجنة وبمعنى إلا إذا كان ما قب بعدها غاية لما قبلها لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى لأسيرن حتى تطلع الشمس وقد تصلح للمعينين للمعنيين قال تعالى فقاتل التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله تصلح أن تكون لكي فقاتل التي تبغي كي تفيئ إلى أمر الله ويجوز فقاتل التي تبغي إلى أن تفيئ إلى أمر الله أما التي الرفع كونه مسبباً عما قبله صرت حتى تطلع الشمس هنا الرفع صرت حتى تطلع لأن سير لا يكون سبباً للدخول إذن الشيخ يقول اعلم أن الفعل بعد حتى حالتين صرت حتى تطلع الشمس لأن السير لا يكون سبباً للدخول أن يكون ما قبلها تاماً كان سيري حتى أدخلها إذا حملت على النقصان دون التمام ألا يكون زمن الفعل الحال لا الاستقبال صرت حتى أدخلها نعم هذا ما يتعلق بحتى طبعاً حتى هناك قضية هي أنها ليست بنفسها هي الناصبة ليست بنفسها هي الناصبة على خلاف ما قال الكوفيون لأن حتى معناها واحد وعملت الجر حتى حين وحتى مطلع الفجر فليس في العربية حرف يعمل في الاسم ويعمل في الفعل في نفس الوقت ونفس المعنى نعم بعد أو أو هذه بمعنى إلى لألزمنك أو تقضياني حقي أي لألزمنك إلى أن تقضياني حقي لاستسلن الصعبة أو أدرك المنافع من قادت الآمال إلا لصابري أو بمعنى إلا لا أقتلن الكافر أو يسلم لا أقتلن الكافر إلا أن يسلم وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم إلا أن تستقيم فلا أكسرها الآن عندنا الحرف قبل الأخير فاء السببية فاء السببية حتى تعمل وتكون اسمها فاء السببية وأن مضمرة بعدها وجوباً لا بد أن يسبقها شيئاً نفي محض أو طلب بالفعل النفي المحض لا يقضى عليهم فيموتوا ما تأتينا فتحدثنا أما التي للطلب الأمر يا ناق سيري عنقاً فسيحاً إلى سليمانا فنستريحاً والنهي ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضب والتحضير لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق التمني يا ليتني كنت معهم فأفوز الترج لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع في قراءة بعض السبعة بنصب أطلع الدعاء ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنة الاستفهام هل تعرفون لباناتي فأرجو أن تقضى فيرتد بعض الروح للجسد والعرض يا ابن الكرام ألا تدنوا فتبصر ما ألا تدنوا فتبصر ما قد حدثوك فمراء كمن سمع بعد واو المعي واو المعية وفاء السببية نفس الشروط نفي محب ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابري أو الطلب بالفعل يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين في قراءة حمزة وابن عامر وحفص وبين الشعر يقول ألم أك جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيمه وتقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن عند كلمة لا تأكل السمك هذه باتفاق لا تأكل اللام مكسورة للجزم والتقاء الساكني كلمة وتشرب فيها ثلاث حركات تشرب تشراب تشرابي إذا ضممت وتقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن الواو هنا عاطفة أم استئنافية هنا استئنافية استئنافية بمعنى أن الفعل فوصيل عما قبله فتكون لا تأكل السمك ولك شرب اللبن أما على الشاهد الذي عندنا لا تأكل السمك وتشرب اللبن نهي عن الجم هنا الواو والمعية نهي عن الجم بين الأكل والشرب لا تأكل السمك وتشرابي بالكسر فهذا نهي عن السمك ونهي عن اللبن سواء أكل معا أو أفردا وصلى الله على محمد